اشتركوا في القناة 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 اهم اسماء الامتحانات اللي تلزمنا في حياتنا نحن ممكن نقدمها في المستقبل او يقدمها اولادنا لذلك لازم نعرف هذا الامتحان ليش وجد من اللي بيقدمه شو هي الميزات اللي بيحصل عليها اذا قدم هذا الامتحان وهكذا لنشوف مع بعض ما هي اهم الامتحانات واختصاراتها في تركيا واذا بتحبوا تحفظوها بتحبوا ما تحفظوها لاني مثل ما حكينا في بداية المقطع ان الامتحانات دائما بيتغير اسماء فمسلا طلاب الصف الثامن من اجل الانتقال الثانوي كان عندهم امتحان اسمه اللي هو يعني الطلاب الذين تلقوا التعليم الاساسي فالتغى هذا الامتحان وحل مكانه اللي هي اختصار لكلمة واللي من كذر ما حكينا عنه في الاشهر الماضية بالتأكيد في ناس صاروا وشوفوه بمنامه يعني امتحان الانتقال للثانوي اللي هي صناف فدائما الاختصارات بتكون اول حرف من كل كلمة ايضا نفس الشيء بالضبط بالنسبة لطلاب البكالوريا كان عندهم امتحان اللي هو يعني امتحان اختيار الطلاب اللي رح يدخلوا الجامعة ولكن مع الاسف تم الغاء هذا الامتحان وحل مكانه في عام 2008 امتحان اللي هو يعني امتحان تعيين في اللي هو الجامعة يعني وامتحان أيضا يعني امتحان انتقال للتعليم العالي هذين الامتحانين يقاموا في فترة واحدة يوم السبت ويوم الأحد وهم مكملين لبعضهم البعض يعني اللي هي هي هو مهارات اساسية والي هي 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 هو المهارات الأرقى منها فهذا بيأهل الطالب يدخل لجامعة او لمعهد مدة الدراسة فيه سنتين ولكن قبل ما تحفظوا أسماء مع الأسف أيضا تم إلغاء الي هي 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 واستبدالوا بامتحان تي تي اللي معناه امتحان المهارات الأساسية والي هي 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 تم استبدالوا بامتحان يكي سي اللي معناه يعني امتحان مؤسسات التعليم العالي طبعا فقط الاسم اللي ضير ولكن المضمون ضل نفسه بالضبط يوم السبت يقدم الطالب بعد البكالوريا مباشرة يقدم امتحان تي تي من أجل إثبات المهارات الأساسية عنده ويوم الأحد اليوم التالي مباشرة يقدم امتحان يكي سي من أجل إثبات أنه هو إنسان أبقري ومبدع ويستحق الدخول لفرع الجامعة أي مدة الدراسة فيه أربعة سنوات أما بالنسبة للطلاب الأجانب كما نعلم جميعا فيقدم امتحان اليوس اللي معناه امتحان الطلاب الأجانب الجنسية طيب اللي بحب يتوظف في الدولة يقدم امتحان كي بي سي سي اللي هو امتحان اختيار موظفي القطاع العام وإذا بده يتوظف بفرع فيه لغة مختلفة لغة انجليزية ولغة عربية وكذا ترجمة يعني فيقدم امتحان اسمه كي بي دي سي يعني امتحان اللغة اللي يثبت اني هو بيعرف هذه اللغة الأجنبية اما امتحان اوفي سي اللي هو يعني اتشك اريتيم فاكولتي سي صناف فهو اللي بقدمه الطلاب اللي بحبه يدرسه في جامعة افتراضية او جامعة التعليم مفتوح اتشك اريتيم وامتحان بي بي سي يعني باراسيز يطلق في بورس لك صناف امتحان المنح الدراسية او الجامعات المغلقة الجامعة اللي بيكون فيها سكن في داخلها يعني فنحن بهمنا هذا الامتحان كتير لاني بيتعلق بالبورس لك اللي هو المنح الدراسية احفظوا اسمه جيدا بي ي بي سي اما اللي بيقوموا بتعديل شهادتهم الجامعية الاجنبية الى الشهادة التركية وكان اختصاصهم لغات سواء لغة انجليزية او لغة عربية او فرنسية او غيره فبقدم امتحان يي دي سي اللي يعني يابان جديل صناف امتحان اللغة الاجنبية ولدينا امتحان سي بي سي اللي هو سي في بي ليرلمان صناف ودي جي سي يعني دي كي جي صناف هال الامتحانين بجوز ما بيهمنا كتير اول امتحان هو امتحان تحديد المستوى والامتحان الثاني هو امتحان الانتقال للمستوى الاعلى الوظيفي يعني اذا كان انسان موظف في الدولة وحب يرتقي الى مستوى اعلى في الوظيفة يقدم اما امتحان تحديد المستوى او امتحان الانتقال للمستوى الاعلى كمدير او مدير عام او كذا الى اخري امتحان الاس امتحان هام جدا لازم نركز عليه ومعنى اكاديميك بيرسونال يعني امتحان الدخول للتوظيف الاكاديمي او التدريس في الجامعة فاذا جاء شخص من خارج تركيا ويحب ان يدرس في جامعة تركية فيجب عليه ان يقدم هذا الامتحان حتى الاتراك نفسهم اذا اراد المتخرج من الجامعة التدريس في الجامعة يجب عليه النجاح في هذا الامتحان اما امتحان تي او سي معناه تبطع زمان لك ايتي ميجي لسناف يعني امتحان الدخول في التعليم الاختصاصي في الطب يعني بعد ما ينهي الطالب سنوات الطب العام واراد ان يختص اختصاص بطب معين فيجب عليه ان يقدم هذا الامتحان من اجل اختصاص يعني يقدم بالاختصاص اللي هو بيحب يختص فيه في المستقبل نفس الشيء بالضبط بالنسبة لطب الاسنان لديهم امتحان اسمه دي او سي ومعناه ديش هكيم ليه وزمالك ايتي ميجي لسناف يعني الاختصاص في مجال طب الاسنان ديش هكيمي وامتحان هم جدا 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 وهو امتحان ميتي سي آسي اللي هو امتحان القيادة امتحان شهادة السواقة اللي معناه باللغة التركية موتورلوطة شدس جوة دي لر سناف امتحان المرشحين لقيادة المركبات ذات المحرك السيارات المقصود فيها وهذا الحاله قصة كبيرة يعني له كما نعرف مستويات متعددة شهادة سواقة للسيارة العادية والشاحنة والباس والميكروباس والجرار الزراعي والموتور ذو العجلتين والى اخره بهمنا نحن نعرف فقط ان هذا اسم امتحان القيادة للعربات ذات المحرك صحيح في معلومة مهمة كتير لا اللي بده يقدم على شهادة سواقة بتركيا لما انت بتقدم شهادة سواقة بالتأكيد معلومة لدى الجميع لازم يكون عندك ضمن اوراقك شهادة دراسية لأي مستوى كان مستوى ابتدائي او اعدادي او سنة او جامعي لا فرط وغالبات الناس عندهم معاناة من هذا الامر يعني انا مثلا شهادتي في بلدي وانا هون مغترب كيف بدي يجيب هالي الشهادة يا اما بدي اضطر زور وحدة او بدي اضطر ادفع مبلغ كتير كبير حتى يتوصل شهادتي لعندي لذلك في حل رائع جدا لحل هاي المشكلة وهو اني تروح على اقرب مركز هالك اي تيم في منطقتك مركز هالك اي تيم يعني هو المركز الاستقافي وفي كل منطقة موجود مركز هالك اي تيم بتروح على مركز هالك اي تيم بتقولهم بدي شهادة بيرينجي كاديمة يعني شهادة اللي نحن منسميها محول امية وامتحان بيرينجي كاديمة كتير بسيط وسهل بتدخل الامتحان بتقدمه اسئلتك جدا بسيطة يعني هاي نموذج عن الاسئلة بسيطة جدا وسهلة اي واحد بامكانه الجاوب عليها بسهولة ولكن بس تاخد هاي الشهادة ما بتكفي بتقدم بنفس المركز على اي كينجي كاديمة على المستوى التاني يعني ولما بتحصل على شهادة اي كينجي كاديمة وهي مجانية تماما سواء بيرينجي كاديمة او اي كينجي كاديمة مجانية تماما بتدخل على المركز هالك اي تيم بتسجل وبتعمل امتحانات بتاخد شهادتك وتتوجه الى مدرس السوق ايضا لدينا امتحان هام قد يلزمنا بالمستقبل وهو امتحان بي مي ي او اللي معناه يعني امتحان ترشيح لدخول المدارس العليا لمهنة الشرطة اللي بحبي التطوع بالشرطة بيقوم بعمل هذا الامتحان ليثبت ان هو كفو لدخول هذه المدرسة وان يصبح شرطي في المستقبل ولا تنسوا اهم شي امتحان سي كي سي اللي هو السوسيالكو بيكس نعفو امتحان الكلاب الاجتماعي واللي بيعطي للكلب شهادة حسن سلوك افوان يعني شهادة حسن سلوك تؤهله لان يعيش معكم في المنزل اذا هذي اهم اسماء الامتحانات اللي اتلزمنا في حياتنا في تركيا ولكن لا تحفظوها كثيرا لان ممكن قبل نشر هذا الدعس يكون تغير اسم او اسمين منها بيمكنكم متابعة الحلقات السابقة من سلسلة معلومة السريع من خلال هذا الرابط في القائمة التشغيل وارجو لكم المتعة والفائدة الدائمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته